شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي احتفالية تخريض أولى للجامعات الأهلية الجديدة عشرين في المتحف المصري الكبير وبدأت فعاليات الاحتفالية بطبور عرض للطلاب الخرجين من جامعة الملك سلمان الأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العالمين الأهلية والتي تم استحداثها كمسار بمنظمة التعليم العالي الجامعي تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر